في رابع محطات جولته الأسيوية شكر يلتقي نظيره الفاكستاني ويشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسط رقابة مشددة على الأسواق تغاصل جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة روسيا تعلن تدمير مقر لتدريب مقاتلين أجانب في أوكرانيا وكييف تؤكد ارتكاب جرائم حرب في ماريوبول الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش مشرع إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد وزير الخارجية سامح شكري بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان مؤكدا حرص مصر على دفع التعاون بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة تحديات مشتركة جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية بنظيره الباكستاني محمود قريشي لدى وصوله العاصمة الباكستانية إسلامباد في رابع محطات جولته الأسيوية وأعرب الوزيراني عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق على كافة المستويات وتنسيق على الصعيدين السنائي والدولية كما استعرض عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة وأعرب شكري عن تقديره لإستضافة باكستان للدورة رقم 48 لمجلس وزراء خالجية منظمة التعاون الإسلامي المقررة في إسلامباد يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من مارس الجاري وصلت وزارة الداخلية جهودها وحملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تموينية بمضبطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 46 طن سلع غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 67 طن تواصل أجهزة الدولة جهودها في طرح السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20% بمختلف منافذ المجامعات الاستهلاكية ذلك تنفيذا لتوجهات الرئاسية وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم من داخل إحدى المجامعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة يعني جيرمين ماذا لديك؟ نعم بعد التحية بالفعل كما ذكرت سنتابع معكم من محافظة الجيزة من داخل أحد المجامعات الاستهلاكية الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة في مختلف منافذ المجامعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها هذه التخفضات التي تصل لأكثر من 20% هذا يحدث أيضا بالتزامن مع إقامة معرض أهلا رمضان في عدد من المحافظات والذي يتم من خلاله طرح أكثر من 14 سلعة غذائية وبيتم بأسعار وتخفضات تصل لأكثر من 30% على أن يقام المعرض الرئيسي في يوم 24 من الشهر الجاري في محافظة القاهرة أيضا بيتم طرح كراتين رمضان في أكثر من 1300 منفذ في مختلف أنحاء الجمهورية بالتزامن مع كل هذه الجهود بيتم أيضا تكثيف الدور الرقابي من خلال الأجهزة الرقابية سواء من وزارة التموين أو أيضا جهاز حماية المستهلك لضبط أي محاولات لاحتكار أي سلعة أو رفع الأسعار على المواطنين من خلال أيضا توفير وتخصيص غرف عمليات في مختلف مدريات التموين بمختلف المحافظات يعني من خلال تواجدنا على مدار الساعة الماضية في هذا المجمع الاستهلاكي في محافظة الجيزة وجدنا إقبال من المواطنين كبير على شراء السلعة الغذائية خاصة مع فروق الأسعار والتخفضات الموجودة فهنا اللحوم التزجة السودانية بتطرح ب95 جنيه اللحوم المجمدة بتبدأ من 75 جنيه وأيضا الدواجن بيبدأ سعرها من 48 جنيه إلى جانب يعني الأسعار الموجودة بخاصة بمنتجات شهر رمضان الكريم فاليميش رمضان بتبدأ الأسعار من 24 جنيه إلى جانب طبعا السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر كل هذه الأسعار بتطرح بتخفضات يعني يتحدث معي أحد المواطنين لأنه فرق الأسعار بيتجاوز في عدد من السلع حتى لعشر جنيهات عن الأسعار خارج المجمعات الاستهلاكية الحقيقة كل هذه الجهود بتبزل من أجل التخفيف على المواطن المصري خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم بعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو مرسلة تلفزيون المصري جرمين إبراهيم من داخل إحدى المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة شكرا جزيلا لك تشهد معارض أهلا رمضان بجميع محافظات الجمهورية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية ويميش رمضان شد عدد من المواطنين بتوافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة على جميع المعروضات وتوافرها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتوفير كافة السلع والاحتياجات للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم حيث تشهد محافظات الجمهورية افتتاح معرض أهلا رمضان وذلك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن السلع كلها متوفرة السلع كلها متوفرة لا داعي للتكالب لا داعي للخش بيشيد بالخمس ستة علم احنا موفرين كل مطالب المحافظة مطالب للناس وبأسعار فعلا في متناول الجميع كل الأصناف موجودة وبوفرة الحمد لله في غرفة عمليات مشكلة بترصد أي شكاوي بترصد أي عجز في سلعة على طول بنختر بيها تتوفر السلعة دي فورا ويشهد معرض أهلا رمضان مشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية لطرح المنتجات بأسعار مخفضة الأسعار هنا أحسن من بره بكتير يعني أنا لقي فيه فرق ما بين هنا وما بين بره في حاجات معينة كان فرق ما بين هنا وما بين بره شيسع فلا أمبسط يعني هنا بالأسعار بصراحة نحب نشكر سعادة الرئيس يعني عن الخدمة المبادرة اللي بيعملها كل السنة في رمضان طبعا الأسعار هنا يعني زغير كل السنة كمان يعني كل السنة في النازل يعني أكتر من السنة لفاتت المعرضيات بتتعمل الأساسي لها كل سنة قبل شهر رمضان وفيها ميزة محترمة جدا أنها بتوفر كل مجالات الاستهلاك اللي احنا بنستلكها شايفين طبعا الأسعار كلها وخصوصا اللحوم طبعا شفنا اللحوم النهاردة ب95 جنيه سعر طبعا ما فيش زي كده وأسعار كلها كويسة والحمد لله عندنا كل أصناف اللحوم من البتيلو والأحم موزة والأحم مفروم والأحم قطع الأسعار متناول جميع كما يشهد المعرض مشاركة 53 شركة عارضة بمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بما يفي بكافة متطلبات الأسرة بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق ويأتي المعرض بتزامن مع الحملات المكثفة المتواصلة للتأكد من ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين أعلنت وزارة دفاع الروسية أن المقاتلات الحربية التابعة لها قد ضمرت 62 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت مروحية وست طائرات مسيرة وقالت الوزارة أن القوات الروسية قد استهدفت مقرا لتدريب العمليات الخاصة الأوكرانية الذي يضم مرتزق أجانب وقامت بتصفية أكثر من 100 مسلح فضلا عن تدمير قاعدة لتخزين الوقود في منطقة نيكولايف بواسطة سواريخ حديثة واعتراض ساروخ تيكتيكي أوكراني من طراز توشكايو في مقاطعة خاركيف قال الرئيس الأوكراني فولودامير زيلينسكي أن حصار مدينة ماريوبول السحلية سوف يدون في التاريخ بسبب ما تشهده من جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية أضاف زيلينسكي أن ما فعلته القوات الروسية بمثابة إرهاب سيبقى في الذاكرة لقرون من جهته قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مدرسة للفنون يتواجد بها نحو 400 أوكرانية مشيرة إلى أن المدرسة تم تدميرها بالكامل وهناك ضحايا تحت الأنقاض أكدت روسيا لليوم الثاني على التوالي أنها قد استخدمت صواريخ فرط صوتية وذلك خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام صواريخ لتدمير مخازن وقود صواريخ للجيش الأوكراني في جنوب البلاد اشتركوا في القناة حضر مكتب الرئيس الأوكراني من أن هناك خطرا كبير يتمثل في شن هجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين بغرب البلاد جاءت تحذيرات كييف بناء على معلومات للجيش الأوكراني على الرغم من نفي بيلاروسيا أكثر من مرة نيتها في المشاركة بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد رئيس مجلس النواب الروسي أدوما فاتشسلاف فولودين أن الولايات المتحدة توجد حيث مصالحها الاقتصادية فقط في حين أن الهدف الروسي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو إنقاذ المواطنين ونزع سلاح القوميين في أوكرانيا أضف فولودين أن الولايات المتحدة تزعم نشر الديمقراطية عبر سياسة العقوبات لكن ذلك يخالف الواقع فهي تسعى فقط لتحقيق أهدافها وشدد رئيس الدومة على أن مساعي موسكو تختلف عن واشنطن حيث تهدف لحفظ أمن مواطنها ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لوميار عن أمله في انتهاء الأزمة التي خلفتها أسعار الطاقة الحالية خلال أشهر أضفه الوزير الفرنسي أنه لا يرى دوام تدخمية قد تمتد لسنوات في اقتصادات الاتحاد الأوروبية وأشار إلى أن أسعار الطاقة ستنخفض إلى مستويات أكثر منطقية بمجرد أن تخفض أوروبا واردة الغاز والنفط من روسيا أعلن وزير الخارجية الصيني وانجي أن بلاده لا تقبل أي ضغط خارجية وترفض كل الاتهامات غير المبررة فيما يخص الأزمة الأوكرانية ذكر وزير الخارجية الصيني أن رئيس شي جيم بينغ قد أوضح موقف الصين من القضية الأوكرانية بشكل موضوعي وعادل وبما يتفق مع طموحات معظم بلدان العالم كانت واشنطن قد حذرت بكين من أي دعم منها للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد رئيس السويسري أن بلاده مستعد للعب دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا واستضافة المفاوضات بين موسكو وكييف دعا الرئيس السويسري إلى فتح ممورات إنسانية على الفور ويذكر أن وزير الخارجية الروسية كان قد أكد في وقت سابق أن سويسرا تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحدثات بين روسيا وأوكرانيا مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة قد انضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قالت أن سبعة ممورات إنسانية ستفتح لتمكين المدنيين من مغادرة جهات القتال الأمامية وقد أضافت أيضا أن أوكرانيا قد أجلت مائة وتسعين ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي الأزمة الأوكرانية لم تعد صراعا عسكريا فحسب مع تصاعد الجانب الإنساني منها الذي بلغ حد المأساة أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمات ألف أوكراني تحولوا في غضون أسابيع ثلاثة إلى لاجئين تقطعت بهم السبل فيما نزح نحو ستة ملايين وخمسمات ألف أوكراني داخل البلاد وفق ما أعلنت الأمم المتحدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي يشير إلى أن الأرقام تقفز بسرعة كبيرة مع تلاشي الحلول الدبلوماسية للأزمة المستعرة حيث ينضم أكثر من ثمانية وخمسين ألف شخص يوميا إلى صفوف اللاجئين مفوض الأمم المتحدة كشف أن نحو تسعين في المائة من الفارين نساء وأطفال إضافة إلى كبار السن كما أشرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن من بين اللاجئين نحو مائة واثنين وستين ألفا من الوافدين إلى أوكرانيا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد قدرت في البداية أن أربعة ملايين شخص كحد أقصى قد يغادرون أوكرانيا البالغ عدد سكانها سبعة وثلاثين مليون نسمة لكن المنظمة اعترفت الأسبوع الماضي بأن هذا الرقم يمكن أن يكون أكبر بولندا أكثر الدول استيعابا للاجئين الأوكران بما يبلغ ستين في المائة من الأرقام المعلنة متجاوزة مليوني لاجئ بينما جاءت رومانيا ثانية باستيعابها لأكثر من نصف مليون أوكراني فيما لجأ إلى مولدوفا أكثر من ثلاثمائة وستين ألفا تليها المجر التي استقبلت ثلاثمائة ألف أوكراني روسيا أيضا لجأ إليها نحو 184 ألف شخص قادمين من منطقتين دونتسيك والوهانسيك لانفصاليتين المواليتين لروسيا بعد آخر للأزمة يتصل بالمواطنين المحاصرين داخل المدن الأوكرانية التي تشهد قتالا عنيفا مثل ماريو بول وخاركييف وسومي ويتجاوز عددهم ثلاثة ملايين مواطن أفادت شركة جاسبرام الروسية أن تواصل ضخ الغاز لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد ووفق طلبات المستهلكين أضافت الشركة أن حجم الطلبات اليوم بلغ 106.6 مليون متر مكعب هذا وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا أعلنت وزارة الخارجية إدانة مصر لمواصلة قوة الحوث هجماتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية أضافت الخارجية أن مصر تؤكد أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية يعد تصعيدا جسيما واستهدافا لأمن وسيادة المملكة وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة كما أكدت الخارجية على تضامن مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال كان التحالف العربية في اليمن قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية قد اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي لاستهداف مدينة جزانة وأضف التحالف أن القوات قد دمرت تسع طائرات مسيرة مفخخة أطلقت نحو جزانة وخميس مشيت والطائف وينبع وظهران الجنوب وأكد التحالف أن الهجمات العدائية لقوات الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن عن ترحيب المنظمة الدولية بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات بشأن التسوية السياسية باليمن في الرياض خلال الأسابيع القادمة قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تدعم جميع المبادرات التي تسهم للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة للنزاع في اليمن توجه مستشار الأمن القومي العرقي قاسم العرقي إلى محافظة أربيل على رأس لجنة تقصي حقائق حول الهجوم الأخير على أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا وكانت عاصمة إقليم كردستان العرقي قد تعرضت إلى هجوم بـ 12 صاروخا باليستيا انطلقت من خارج الحدود العرقية ما أصفر عن إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في المباني والمنازل وجه رئيس الوزراء العرقي مصطفى الكاظمي بتعزيز الإجراءات الأمنية وسد الإحتياجات الضرورية للقوات الأمنية فضلا عن التأكيد على تأمين السدود والمناطق الحدودية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات الأجهزة الأمنية في نينوى حيث اطلع على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية في نينوى لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة وأكد الكاظمي على ضرورة أن يكون أمن المواطن والأهالي في كل أرجاء المحافظة هو الأولوية القصوى ووجه رئيس الوزراء العرقي باتخاذ الاستعدادات كافة وبتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك اطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستافني ويليمز مجموعة من المرشحين لانتخابات الرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي ترعاها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات أضافت ستافني ويليمز في تغريدة لها إلى أن المشاركين قد شددوا خلال هذا اللقاء على أهمية تكتيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مصارها الصحيح مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين وأصفت ويليمز هذا النقاش الذي تبادلته مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة بالنقاش المميز أعلنت خدمة الصحة العامة البريطانية أنه سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكورونا اعتبارا من غد الاثنين لملايين الأشخاص في إنجلترا ستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما وكذلك لمن يعانون نقصا في المناعة ويبلغون من العمر 12 عاما وما فوق وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا قد أكد أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفع مؤخرا في المملكة المتحدة مع تسجيل مستويات قياسية من الإصابات في اسكتلندا ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم قد ارتفعت إلى 469 مليون و714 ألف حالة وأوضحت الجامعة أن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم قد ارتفع إلى 6 مليون و74 ألف وفاة وأشرت الجامعة إلى أن الولايات المتحدة قد سجلت أكبر عدد من حالة الإصابة حول العالم تلاها الهند ثم البرازيل سجلت تايلند 24 ألف وتسعمائة و96 حالة إصابة و84 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة ماضية فقط بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالة إصابة كورونا منذ بداية الجائحة إلى 3 مليون و353 ألف إصابة بينما بلغت حصيلة الوفيات 24 ألف و246 حالة سجلت السلطات الصحية في أستراليا 30 ألف و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 مليون و893 ألف حالة أشارت وزارة الصحة الأسترالية إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 5725 حالة بعد تسجيل ثلاثة وفيات جديدة سجلت وزارة الصحة النيوزلندية 11997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية ليرتفع إجمالية الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 483 ألف حالة أضفت الوزارة أن إجمالية حالات الوفاء الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 151 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 121 ألف حالة سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض رقماً قياسياً في معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 131 ألفاً وسبعمائة واثنتين وتسعين حالة وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاء الناجمة عن المرض خلال نفس الفترة بلغ 49 حالة مشيراً إلى أن إجمالية عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي في ألمانيا في ربيع عام 2020 قد بلغ 18 مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسين ألف حالة قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أنها تعتزم مراجعة قيود كورونا ذلك بعد أيام فقط من الاعتراف أن مؤسسات مالية كثيرة بدأت تفقد صبرها إذا السياسات متعلقة بالفيروس تطبق المدينة بعضاً من أكثر قواعد كورونا سرامة في العالم مع حظرها الرحلات الجوية من تسع دول من بينها أستراليا وبريطانيا بالإضافة إلى فرض حجر صحي في الفنادق لمدة تصل إلى أسبوعين للمسافرين القادمين وقد فرضت المدينة أيضاً حظراً على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الأماكن العامة بما في ذلك الشواطئ والملاعب وفرضت استخدام الكمامات وجعلت التعليم عن بعد اتهمت القيادة المشتركة لجيش كوريا الجنوبية بيونج يونج بإطلاق قاذفة صواريخ متوسطة المدى وأعلنت القيادة المشتركة الجنوبية أن القوات كانت على وضع الاستعداد لمراقبة ما تقوم به كوريا الشمالية من إطلاق قاذفة صواريخ متعددة وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أن جيش كوريا الشمالية أطلق أربع قاذفات باتجاه الساحل الغربي من موقع غير محدد من إقليم بيونج عن الجنوبية أكد مجلس الأمن الوطني بكوريا الجنوبية أن سول تحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي لمنع حدوث فجوة أمنية في البلاد خلال فترة الانتقال الرئاسي على أساس القدرات المعززة للجيش الكوري والتحالف بين سول وواشنطن أوضحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبية بارك يونج مي أن مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي قد عقد اجتماعا طارئا لنواب الوزراء برئاسة النائب الأول لمستشارة الأمن الوطني سو جو سوك حول إطلاق كوريا الشمالية لأربع قاذفات صواريخ مشيرة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تحليل المواصفات التفصيلية للطلقات وذلك بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ومراقبة التطورات ذات الصلاة عن كسب قرر الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يونج سيو كيول لنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع الواقع في منطقة يونج سان وسط العاصمة الكورية سول مشيرا إلى أنه سيعمل في ذلك المكتب فور تنصيبه رئيسا للبلاد في العاشر من ماي المقبل بينما سيتم نقل وزارة الدفاع إلى مبنى هيئة الأركان المشتركة وخلال مؤتمر صحفي طلب أيون المواطنين بأن يتفهموا أن هذا القرار ليس مجرد نقل للمكان ولكنه تصميم على أداء الخدمة على وجه صحيح ولا عمل على نحو صحيح كذلك الوفاء بالوعود مع الشعب تحية لكم من جديد لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة من بينهم 12 في حالة حارقة وذلك من جراء عملية دهس استهدفت حشدا من المشاركين في كارنفال محلي ببلجيكا ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن سيارة قد استضمت بمجموعة من الأشخاص يحتفلون بكارنفال في بلدة ستريبي براكيز ببلجيكا مشيرة إلى أن الشرطة نجحت في إيقاف السيارة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إلى تحقيق المساواة والإحترام والكرامة والقضاء على التمييز العنصري وأصفا العنصرية بأنها تعمل كعامل مساعد يطبع الكراهية وينكيز العنف بمناسبة إحياء الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يوافق الحدي والعشرين من مارس قال جوتارش أنه يتعين على الجميع التحدث بصوت واحد ضد العنصرية التي تمثل سببا لاستمرار عدم المساواة وحرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية كما أنها تزعزع استقرار المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقود الديمقراطيات وشرعية الحكومات وأضاف جوتارش أنه لا يوجد بلد بمنأة عن التعصب أو خالم من الكراهية وما زال الأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي والأسيويون والمنحدرون من أصل أسيوي ومجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون وغيرهم كثيرون يعانون من التمييز والعنف موسيقى 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 دمرت حرائق غابات 86 منزلا ومعظم بلدة كاربون بولاية تيكسيس الأمريكية في الوقت الذي تسببت فيه أربعة حرائق غربي دالاس في حرق 54 ألف فدان وألن حاكم تيكسيس اعتبار إحدى عشرة مقاطعة في الولاية الأمريكية مناطق كوارث كما أمر بتنكيس الأعلام في مقاطعة عيسلاند تكريما لنائبة قائد الشرطة باربرا فانلي التي لقيت مسرعها خلال عملية إنقاذ المواطنين اتساع رقعة المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات تحدي كبير تواجهه العديد من الدول حول العالم خاصة في ظل التغير المناخية الذي يعد عاملا أساسيا لحرائق الغابات شديدة الخطورة فرغم تكيف العديد من الدول في التعامل مع هذا النوع من الحرائق إلا أنها لم تصل بعد إلى القدر الكافي لمجابهة ووقف هذه الحرائق التي يتوقع أن تزداد سوءا خلال السنوات المقبلة ولاية تكساس الأمريكية تشهد حرائق وسعف الغابات التهمت 54 ألف فدان وحولت 86 منزلا إلى ركام لا يسطح للعيش به مرة ثانية فضلا عن حالة كبيرة من الفزع والخوف سيطرت على المواطنين ومصرع نائبة قائد الشرطة التي كانت تساعد المواطنين على الفرار والنجاة بأروحهم وأطفالهم من نيران الحرائق هيئة الإطفاء في تكساس كشفت أن نحو 85% من بلدة كاربون تعرضت للاحتراق كما قرر حاكم تكساس جريج أبوت اعتبر 21 مقاطعة في الولاية مناطق كوارث موجها بتنكيس الإعلام في مقاطعة إستلاند تكريما لنائبة قائد الشرطة التي لقيت مصرعها وفي لندن الوضع لا يختلف كثيرا حيث أعلنت السلطات البريطانية أن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية مشكلة تهديدا للممتلكات القريبة مشيرة إلى أن حريقا ضخما نشب حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الوقاع على بعد نحو 11 كم جنوبي ليفربول أضرار حرائق الغابات لا تتوقف على مناطق اندلعيها فقط بل تمتد إلى العالم أجمع حيث كشفت منظمة كاربون بريف الخاصة بالمناخ أن الحرائق تعد مسؤولة عن مقدار كبير من انبعاثات غازاتي لاحتباس الحرارية على مستوى العالم وتتسبب فيما بين 5 إلى 8% من إجمالية حالات الوفاء المبكرة سنويا أن ناجم عن تلوث الهواء والبالغة 3.3 مليون حالة وفاء سنويا وهو الأمر الذي يتطلب تكاتفا دوليا للتصدي لهذا النوع من الحرائق أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج عن تقديم الخدمة الطبية العلاجية والكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لنحو 10 ألاف مواطن من خلال ثمانية قوافل طبية مجانية بعدد من قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال الشهر الماضي تأتي القوافل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمناطق والقرى والنجوع التي تحتاج للخدمات الطبية هذا وانطلقت اليوم بالوحدة الصحية للمنطقة الصناعية غرب طهطة قافلة طبية مجانية تم خلالها توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة لتوفير خدمة طبية مميزة ومتكاملة موجودين جميع التخصصات الطبية في المستشفى والطباء يقومون بالتوقيع الكشف الطبي وهناك فيه استجابة جيدة من المواطنين للتوقيع الكشف الطب وتقديم الخدمة الطبية بالمجان والعلاج بالمجان نشكر جميع القائمين على القوافل الطبية ونرجو استدامة واستمرار وتطوير القوافل الطبية في جميع المحافظات وفي محافظة البحر الأحمر تتواصل لليوم الثاني فعاليات للقافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمروين التابعة لإدارة القصيرة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لـ 222 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها إجراء 42 فحصا معمليا و27 فحصا بالأشعة والصنار إضافة إلى 37 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت ارتفاعا وصل إلى 72 في البيئة من الفترة بين 2015 إلى 2021 وقد سجل حجم التحويلات في 2021 مستوى غير مسبوق ووصل إلى 31.5 مليار دولار ذلك مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020 و26.8 مليار دولار في 2019 ونحو 18.3 مليار دولار في عام 2015 أعلنت وزارة البترول أن أنشطة البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر قد شهدت تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في تلك المنطقة أكد وزير البترول طارق الملاء أن أعمال المسح السيزامي ثلاثي الأبعاد على مساحة 6700 كيلو متر مربع في البحر الأحمر قد أوشكت على الانتهاء الأمر الذي يتيح القيام بأعمال البحث والاستكشاف جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من ورشة عمل مستقبل استكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر والتي نظمتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بمدينة الغردقة بحضور 115 خبيرا من 36 شركة عالمية أشر تقرير لوزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة قد بلغ 6511 مبنى على مساحة نحو مليون ومئة ألف متر مربع في جميع المحافظات وأظهر التقرير أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 732 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4635 فدان يتي ذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بدأت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط زيارة لمحافظة أسيوت لتفقد عدد من المشروعات التنموية وذلك في إطار متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية خلال الجولة فقدت الوزيرة مدرسة المتفوقين في التكنولوجيا والعلوم والرياضيات ستام والتي تأتي في إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كما شهدت الوزيرة تخريج 19 رائد أعمال من الدورة الثانية من برنامج أورينج كونر الصعيد وذلك لريادة الأعمال ليصل إجمالي عدد خريجي هذا البرنامج إلى 61 رائد أعمال من محافظتي القاهرة وأسيوت يمكن الستام سكولز موجودة في أكتر من محافظة وبتعتبر للدراسة في الجزء الخاص بالعلوم والرياضيات وكان الحقيقة صباحاً مستوى جيد جداً للطلاب وشفنا قد إيه فيه جزء عملي وتطبيقي مهم جداً بيمهد لهم للجمعة بشكل خاص بعد كده مع سيات المحافظ روحنا أيضاً تفقدنا مدرسة بتعتبر هي نموذج للمدارس الموجودة في قرى حياة كريمة مجهود كبير جداً والحقيقة تقنيات متقدمة حياة كريمة حياة كريمة احنا بنتكلم في 25 مليار جنيه مصري بيتم انفاقهم حالياً حالياً في الصرف الصحي في المشاريع المية صرف الصح والمية بس نكلم فيه 17.5-18 مليار جنيه مصري بنتكلم في وحدات صحية مستشفيات بنتكلم مراكز شباب هناك العديد من الموادر الرئيسية الكريمة لفقامة السيد الرئيسي الجمهورية بيتم تنفذها فيما يتزجاوز الألف ومئة مشروع في كافة المجالات بيتم تنفذهم في محافظة أسوط حالياً تتواصل فعلياته مع رد التراث والصناعات اليدوية والمقام بحديقة العاصمة بشبين الكمب المنوفية بمشاركة أكثر من 70 عارضاً بمنتجات مختلفة وعالية الجودة المعرض تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مدرية الشباب والرياضة بالمنوفية ويضم منتجات الخزف والصدف والسجاد اليدوي والأعمال الورقية والخشبية إضافة إلى الملابس والمفروشات وغيرها من الصناعات اليدوية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتفعيل المشروعات الصغيرة والمصنوعات اليدوية لخلق جيل جديد من المسنعين أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات للمستثمرين الأجانب بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 708.3 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 3.9 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 2.31% يغلق عند مستوى 10.973 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2894 نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبد العزيز خبير أسواق المال أستاذ كريم بعد تحية قراءتك وتقييمك لأداء البورساليون نحن رحيم طبعا هو الإعداء المهاردة كان متوقف نظرا لبعض المقارير اللي صدرت المؤسسات المالية كبيرة في عقل سنوات الأسبوع طبعا السوق النهاردة فيه ارتداد جدا مصحوبة بمشتريات الأجانب طبعا ده بيدي أمق رؤية للأسهم النصرية منها تحت القناة العجلة بتاعتها دي مش أول مرة خلال فترة اللي فاتت نشوف دخول عنيف للأجانب في السوق نعم حصل دخول سواء في البورسة أو سواء عن طريق الاستحواز على بعض الحصص في الشركات العملية المصرية نعم متوقعين إن شاء الله بإذن الله يعني على مستوى العالم كله خلينا نتكلم إن أفعار الفايدة على مستوى العالم كله مبادئة بالبنك الفيدرالي إن هي ترتفع وبرضو متوقعين ده ممكن يحصل في جميع الأسواق المشأة وكان جيد التقارير اللي كتبت الأوفيط العجلة للأسواق طبعا مع اتفاع أسعار الفايدة ده سببها كمان هو يقدر يخيطر على استضخم استضخموا اتفاع أسعار الاستلع لها ده يأثر إيجابا على معظم الشركات التي تشتغل في المقايضة في البورطة التي تشارك في السوق فمتوقعين إن عيب أسيس ديالة في الأرباح بتاعتها إن شاء الله تيكيوتري إن شاء الله بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كريم عبد العزيز خبير أسواق المال شكرا جزيلا على هذه المشاركة في منطقة الخليج ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة مدعومة بصعود أسعار النفط وسعد مؤشر البرصة السعودية بنسبة 47 من مئة بالمئة كما ارتفع مؤشر برصة الكويت بنسبة 10 من مئة بالمئة في حين سعد مؤشر سوق البحرين بنسبة 79 من مئة بالمئة أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي زيادة صافي الربح السنوية في 2021 لأكثر من الضعف مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة ارتفع صافي الربح إلى 110 مليارات دولار خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 49 مليار دولار في العام السابق وقد استفادت الشركة من زيادة بأكثر من 50% في أسعار النفط الخام العام الماضي في حين أدى ارتفاع حملة التطعيم ضد كورونا وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة إلى زيادة الطلب على المعروض من النفط قال نائب رئيس الوزراء البلغاري أسين فاسليب إن بلاده لن تجري مدحادثات مع عملاق الطاقة الروسية جازبروم لتجديد صفقة شراء الغاز الطبعية في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مضيفة أنها ستبحث عن إمدادات بديلة هذا وتلبي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي جميع احتياجاتها تقريبا من الغاز من روسيا بموجب اتفاق مدته عشر سنوات مع شركة جازبروم ينتهي بنهاية العام الحالي قال نائب وزير الخارجية الصيني ليديو تشينغ إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربي على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا قد صارت شائنة بشكل متزيد وذلك على حد وصفه وأضفت تشينغ أن العقوبات تؤثر على النظام الاقتصادي والمالي كما تزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم بدون سبب حضر وزير المالية البريطاني ريشي سونعك من أن أزمة أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستزيد مشاكل الاقتصاد ذلك وسط زيادة حادة في التضخم ومن المقرر أن يلقي سونعك الأربع المقبل بيانا حول المالية العامة وكذلك الخطط للضرائب والإنفاق في وقت يرتفع فيه معدل التضخم إلى نسبة 8% ويتجه الاقتصاد إلى التباطؤ بعد انتعاش فترة ما بعد الجائحة وصلنا إلى ختم نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء في رابع محطات جولتي الأسيوية شكري يلتقي نظيره الباكستاني ويشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسط رقابة مشددة على الأسواق تواصل جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة روسيا تعلن تدمير مقر لتدريب مقاتلين أجانب في أوكرانيا وكييف تؤكد ارتكاب جرائب حرب في ماريوبولا انتهت الثالثة تحية لكم وإلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة